نروح وبمناسبة أن حلقتنا النهاردة صارة عن التحكيم الحقيقة معنا خبر من الاتحاد الدولي الفيفا الاتحاد الدولي كرة القدم اللي اختار بالفعل ستة حكام أفرقى عشان يكونوا متواجدين في القائمة الأولية الخاصة بالحكام اللي هيحكموا إن شاء الله مطشط كاس عالم 20-22 واللي هيقام حتى اللحظة في قطر وفقا لما ذكروا تقرير صحفي إفريقي فالمصري الحكام المصري أمين عمر موجود في القائمة الأولية الحكام أفريقيا في كاس العالم اللي جاي إن شاء الله القائمة كمان اللي أعلنها فيفا بتضم مع أمين عمر من مصر فيه ردوان جيد من المغرب مصطفى غربال من الجزائر ماجتن داي من السنغال باملاكت سيمة من إثيوبيا ونيجانبو ندالا من دولة الكونغو الديموقراطية بعد كده مفترض أنه هيتم تصفية حكام القائمة الأولية قبل عدة أشهر من موعد انطلاق كاس العالم اللي هيقام إن شاء الله في نهاية عشرين اتنين وعشرين حاجة مشرفة يا أحمد أنه يبقى فيه حكم مصري في كاس العالم في قطر كمان كان الحكم المصري الوحيد في كاس العالم اللي فات في روسيا كان جهاد جريشا أمين عمر حكم لي خبرات قوية جدا شفت له ماتش في الكلاسيكو في الدوري التونسي كان النجم بلاعب الترجي كمان كان من ضمن حكام كاس أفريقيا للشباب 2019 فإن شاء الله نشوفه في كاس العالم في قطر بيؤدي أداء الواحد بيفرح لما بشوف أي عنصر حيامل عناصر اللعبة سواء كان مدير فني سواء كان حكم سواء كان لاعب أو سواء كان إداري محترف موجود في دوريات حتى ولو كانت دوريات أفريقية أو دوريات عربية لكن الحقيقة بنيجي هنا عند الحكام في مصر ونشعر دائما أن فيه أزمة ثقة نحن النهاردة الكلام على ماتش أهلي والزمالك 22 إن شاء الله تمانية بنتكلم فيه أنه مش ممكن وده طبعا قرار مجلس وزراء احنا متفاهمين ده تماما لكن خليني أقول حتى ولو ما كانش فيه قرار مجلس وزراء هل يتمتع الحكم المصري بالثقة الكافية أنه يدير ماتش بحجم ماتش الأهلي والزمالك وليه الحقيقة عناصر اللعبة مكتملة سواء جمهور أو إدارة إدارات أندية أو لجنة حكام أو اتحاد كرة ما يديش البوش دي أو الدفع أنا متفق معك أنه فيه أزمة ثقة بواحد